المجموعة الأولى المجموعة الأولى الأول فيه مين؟ كوتفور طبعاً الدولة المستضيفة نيجيريا واحدة من المرشحين للبطولة غينيا الاستوائية وغينيا بيساو تمام عرفنا مين لصعاد صح؟ إذا أعتبر كوتفور طبعاً مستضيف نيجيريا نبقى واحد من المرشحين هو كوتفور غينيا الاستوائية نتياجها دايماً بتبقى كويسة في البطولات البطولة اللي فاتت وخارجت من السنغال بصعوبة في دور التمانية صحية فغينيا بيساو دايماً لحظوظهم قليلة بس دي رابع مشاركة اليوم على التوالي فالأربع مرة خارجوا من دور المجموعات طيب دي مواعيد الموبارات هتبقى بتتعرد وإحنا بنتكلم مع حضراتكم ممكن يحصل في المجموعة دي مفاجأة؟ أم لا هي كوتفور ونيجيريا؟ كوتفور ونيجيريا في المركز الأول وفي المركز الثاني المركز الثالث بقى يعني غينيا الاستوائية هنقدر نقول إن هي اللي تلعب على أحسن تولت فرصتها بقى أنها تتأهل عن طريقها زي ما كانت بتعمل قبل كده وخلاله في 2015 كانت حقاية مركز رابع لما صادفة البطولة فهما عندهم إلى حد ما تاريخ الجديد في الكرة بتعرفش تقولي كشهات؟ لا مش عارف ما بتعرفش دايماً لما أسأل السؤال زي دوت فمفوضي الإجابة تبقى إيه؟ كريم والله الكرة فيها كل حاجة وحدش اللعب ده 11 اللعب في الملعب وكل حاجة ما فيش مستحيل بس في حاجة مسلمات يعني مسلمات إنه يعني مش هيصعد حزوزة وليلة جداً مش عارفة جمالكو يا مش عارفة جمالكو هطلع عجب ليه طيب حقيقة نبدأ بمين؟ بين المنتخب الإفواري ومنتخب النيجيري؟ خلينا نبدأ بكوتفور بمنهم المصدفين يعني وحزوزهم أقوى كمان من نيجيريا من وجهة نظري والصنام عندهم خط وسط قوي جداً يعني ثلاثية مكونة من إبراهيمة سنجاري سيكوفوفانا وفرانك كيسي بيعملوا كل حاجة في الملعب يعني خلينا لو هنبدأ بالحالات فهو أصلاً في العموم كوتفور دايماً اعتمد أكتر بيبع على ناحية لمين في اللعنة بس برضو بيأدرافوا يلعبوا على البينيات وكور من العمق فده مثلاً صلوه من سيكوفوفانا للمهاجم في عمق الثمنتاشر خدوا منها ضرب الجزاء في مطش سيشيل فتح لهم من مطش كذبوا فيه في النهاية بنتيجة 9-0 دي أرقام عموماً منتخب كوتفور تاريخياً دي المشاركة اليوم 25 مدير الفني جيان لويز جاسكي ده كان مدرب مساعد في باريسسن جيرمان مر أيام رونالدينيوم كان موجود في بايت الألفية ومرة الثانية كان مع برامو فيتش دي أول مرة يدرب منتخبات وتجربتين لي بس قبل كده مع سانتي اتيان ومبليه وعنده 70 سنة في الوقت الحالي انت لهاية تديش ذكورة ولا محايتوش الحمد لله وكان في 2006 كان مفاهم أفرق مع توتنهام وكان بلعب كمان مع محمد صلاح في توتنهام عاشوا فترة حلوة ومع الوقت مبارياتهم بقى في 2023 كليابوا 8 ماتشاط خمسة فوز اتنين تعادل واحد هزيمة أهم واحد عندهم في الأهم اللعيبة طبعاً فرانك كيسي سباستيان هالر سيج أوريين ماكس الجردال دعا نقول الفرق كمان برضو فرانك كيسي الأهلي جادة سباستيان هالر بروسيا دورتوموند أوريينو تنجهام ماكس الجردال برضو واحد من اللعيبة الكبيرة في كوتفور سيمون أدينجر ده يعتبر من أبرز موايبة شابة يعيب خمس ماتشاط دولية بس معهم بس بقى عنصر أساسي جداً مع كوتفور وهو واحد من اللعيبة الأساسية في الفترة الأخرى مع برايتون ورايح كمان مصاوب يعني يزيربي مع برايتون كان قال لي أنه مش هالحق البطولة لكن المدير الفني أصر أنه ياخده معاه لأنه اعتمد عليه في آخر خمس ماتشاط وكان تأثيره واضح جداً طبعاً وولفردزها طبعاً يغيب عن البطولة باستبعاد فني وحمد تراولي أنه هو مصاب بمرض الملائية وولفردزها طبعاً يعني غيابه يزيد من كدفور رجولة وحماسة يعني هو العيب رائع جداً بس يعني العيب كده مش حماسي يعني بس الأسماء اللي موجودة كلها أصغر في السن وكلها عندها مهارات فردية يمكن ممكن نقول إن هي أفضل كمان من سأزها فبالنسبة لهم فرصة أفضل منتخب كدفور مع جاسكي من بعد أمم أفريكي بقى عشرين واحد وعشرين ربعتشر ماتش تسع فوز تلاتة تعدل اتنين هزيمة سجل اتنين وتلاتين هدف فيه من دون تسع في ماتش واحد فبرضو عشان ما يبقاش الرقم كبير استقبل حد عشر الخطة المفضلة اليوم أربعة تلاتة تلاتة طيب لما نجي بنتكلم بقى على الحالات بتاعتهم في كوتفور هنبدأ خلينا بالحالات الهجومية أكتر ديما اعتمدهم على نحيا اليمين سواء بقى أي أن كان اللي موجود اذنجرا أي اسم ثاني موجود الدياباتيه أو حتى أي اسم تانية لأسهم كتير قوي لدرجة أنهم ماتش ممكن يلعب باسم ديما اعتمدهم على الهجوم سواء من الحالات الهجومية دايما اعتمدهم على الكرة العرضية خصوصاً من الناحية اليمين حتى لما بيأ بيأسوا من الموضوع يدعوا يستددوا لكن دي كده الحالة الأولينية اللي احنا نتكلمنا عليها نجد فرصة منذ العمق عارفوا ياخدوا منها ضربة جزاء وبرضه كان الاعتماد على يعني قريبين من الناحية اليمين أكتر منها من الناحية الشمال لايماً هتلاقي لعيبتهم ميلة وبرضه دي كرة تانية من العمق يعني خلينا نكملين في العمق إبراهيم السنجاري بيباصي سروبي صار 3 أو 4 لعيبة وانتوا بعد كده لأينا سيكوفوفانا منفرد بيسجل بكل سهولة والدنيا سهلة وجميلة جداً لكوتفور طبعاً سيشل مش منتخب قوي وكاتر مباراة يعني ممكن نقول عليها أنهم بيلعبوا فريسة زج جداً يعني 9-0 الهداف كتكلها تحس أنهم إيه زي السلام عليكم بس ممكن تعتبال أن هي التدريبة بتاعة كوتفور هالتدريبة بتبقى كده آه ممكن نقول عليها أن هي تدريبة لكوتفور ويقدر يشوف بقى إيه النقاط الكوة اللي عنده اللي يقدر يعززها والحاجات اللي عنده فيها المشاكل فهو عارف أنه عنده ميزة في الضغط بشكل كويس جداً على المدافعين عنده ميزة في أنه يكمل على الناحية اللي مين هو يعرف يلعب عليها هنا مثلاً عنده ميزة الضغط لكوتفور كوتفور هنا في المشهد ده ده اللعيم اللي واقف دوت هو قطع الكورة من مدافع المغرب وإحنا قدامنا 3 ضد 3 بالمناسبة اللاصفر ده ده دولهم اتنين مهاجمين مش اتنين مساكين آآ اتنين مهاجمين ده موقف فجوم اللي كنت دي بورها عشان ما عارف أنت أوقفه الأكل له من اتنين مساكين والمغرب هي اللي بتهاجل آآ مفروض إن دي تمرير غلط من ياسين بونو للمدافع اللي عيب هو ضغط عليه خطف الكورة نعم نعم نتكلم عن صورة واحد ده واحد هات اللي قبلها تاني خطف الكورة لما ياسين بونو ولكن مدار عشان لها من على خط الجون الكورة اللي بعدها جات جول بقى في مطش سيشل ممتاز نفس الفكرة الحارس بيحاول يعمل باس طويل عشان يكسر العدد الزيادة الهجومية اللي موجودة ليه لعيبة كوتفور فجأة لنبص احنا وبصينا فيه خمس لعيبة من كوتفور بالبرطاني قدامها أربعة أصلا من العيبة سيشل المهاجم هي ضغط عليه خط الكورة عشان تسدد بكل أريحية مسجل جول ممتاز ففكرة الضغطة عندهم بشكل كوي وبشكل عدد ليبة كبير موجود وعملوا دي برضو كمان في مطش ودي قدام جنوب أفريقيا بس فشل إنهم يسجلوا منها فكرة بقى العرضيات أكتر في مطشات تصفيات كاس العالم بص كورة دي كورة طولية ملعوبة للجناح اللي مين عشان يعمل عرضية كورة دي في الآخر عرضية كانت ما نجحتش أو ما شكلتش خطورة على كانوا بيلعب وقتها جنبيا في تصفيات كاس العالم اللي بعدها دي برضو كورة عرضية ما شكلتش خطورة على جنبيا لو هنجيب الكورة اللي بعدها دي كورة عرضية انتهت بالنهاية خبطت في الآية الفرص كلها عرضيات من الناحية اللي مين اللي اعتماد عليها بشكل دائم دي كورة العرضية يعني دي ربع عرضية من الناحية اللي مين في الشوت الأولاني دي بقى اللي يدروا إنهم يسجلوا منها هدف التقدم في المباراة المرة الخامسة اللي بيهجموا من الناحية اللي مين لو خدنا بلنا بس المرة دي بدل ما يعمل عرضية رح نقرر إنه يشوت بيحاول إنه يغير في الشوت التاني دي فرصة بدأت من الناحية اللي مين وسط لعيب خط وسط رح مبسيها لسيكوفوفانا اللي بعد كده رح مطلع صاروخه من وش رجله فأقصى الزاوية الهدف التاني في الديها 85 أو 86 فهم أغلب لعبهم بيلعبوا بيه على الناحية اللي مين هنا برضو دي فرصة لسيمون أدنجرا لعيب رأيته إن الممكن ما نشوفهش في البطولة في المباراة الأولى برضو خد الكورة في الناحية اللي مين ضمن شوطة بسجل منها هدف كوتفور التاني هم بقى عندهم مشكلة في فكرة إن اللي بيضغط عليهم بيعني 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 تحس إنهم يعني زي ما هم عندهم ميزة في الضغط العيب عندهم عيب برضو في فكرة الضغط العيب المنافس لو عمل عليهم ضغط عيلي عندهم من المشكلة ديت بيعرفوش يتعاملوا معاها بشكل كويس هنا برضو دي فرصة العرضية كان برضو تانية في مطشي جنوب أفريقيا وقدروا إنهم يسجلوا منها كباردو من الناحية اللي مين ممتاز فإحنا بنتكلم إن هم عندهم مشكلة في الضغط لما بيضغط عليهم يتدقوا يغلطوا مطشي جنوب أفريقيا يستقبلوا هدف أول 3 أو 4 دقائق بسبب برضو ضغط عالي عليهم من الدفاع غلطة قدروا إن استقبلوا هدف مبكر ممكن نقول إن دي خلاصة كوتفور خط وسط قوي جدا اعتماد على الناحية اللي مين اعتماد على الكورات العرضية ده طبعا شبهه شوية في نيجيريا بس ده كوتفور نقدر نقول عليهم لو قدر تتحكم في خط الوسط قدامهم وده أعتقد يعني إحنا نشوفنا في مطش مصر كوتفور في 2021 طبعا نقدر أو أي منافس بقى يقدر إن هو يبقى عنده زمام المبادرة خصوصاً كمان نسبة استحوازهم في المباريات كما تصفات أوبام أفريقيا توصل لـ 70% هل بقى المنتخب النيجيري يقدر يعمل ده؟